منخفض جوي يصفه العلماء بالقوي والعنيف أضحى يسيطر على شمال المحيط الأطلسي بشكل جعل درجات الحرارة في القطب الشمالي تتراوح بين السفر ودرجتين مئويتين وهو ما يفوق المعدلة الموسمية الطبيعية بحوالي عشرين درجة فهل بات كوكب الأرض يحتضر؟ إن لم يكن فهو يئن تحت ضغط نشاط بشري عمر لملايين السنين اليوم فاق عدد سكان الأرض سبعة ملايير بعد أن تضاعف معدل التزايد ثلاث مرات في العقود السيطة الأخيرة أعداد هائلة من بني البشر تتزاحم على ما تبقى من الموارد الطبيعية بطريقة تهدد التنوع البيولوجي للكائنات الحية أكثر من سبعين في المئة من سطح كوكب الأرض مغطا بالماء لكن نسبة الماء الصالح للشرب والاستخدام الآدمي لا تتعدى واحد في المئة في أحسن الأحوال وهي نسبة على ضآلتها مهددة بالتلوث والتراجع لن يكون هناك سمك في المحيطات بعد خمسين سنة تقول دراسة بيئية مرتبطة بالثروة السمكية وهو ما يهدد بزوال أكبر مصدر للإطعام في العالم في سنة واحدة يفقد العالم ما لا يقل عن عشرة مليون هكتار من الغابات وهو ما يفوت على الإنسان فرصة ذهبية في تقليص الاحتباس الحراري العالمي وفي المساهمة في دورة الماء وبسبب الإصراف في الاستهلاك لم يسبق لبني البشر أن خلفوا مثل هذا القدر من القمامة والمخلفات مما يعني مزيدا من التلوث في حق الماء والهواء ومن ثم في حق النبات والحيوان والإنسان نفسه من أخطر أنواع التلوث ذكى الهوائي الناتج عن عوادم السيارات والمصانع وهي انبعاثات تتشكل من غازات بالغة الدرر مثل أكسيدات النتروجين والكبريت والكربون المتسببة في الاحتباس الحراري والأمطار الحمضية نهيك عن الأمراض التنفسية والسرطانية وتعمل الحروب على تعميق مشكل التلوث عبر إلحق الدرر الجسيم بمكونات البيئة ويزداد الأمر سوءا حين استخدام الأسلحة الكيميائية والنووية